السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبائي بقناة مشاهدة وطيرها النهاردة بإذن الله اليوم التسعة وعشرين في دورة البطل خليط المسكوفي والبلدي بسم الله ما شو الله اللهم بارك يا رب كاذا ما حضراتكم شايفين النهاردة هنعمل له خلطة جميلة جدا 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 طبعا دي اول خلطة ان احنا ندهاله طبعا دي خلطات التسمين هنبدأ فيها من بدر زي ما حضراتكم شايفين اللهم بارك يا رب طبعا ايه عاوز اقول لك برضو لو انت موجود عندك منه اي حاجة من خلطة لحنا نستعملها النهاردة تقدر تشتغل بيها بكل بساطة مع دورة البطة او الفراخ ما فيش اي مشاكل عاوز اقول لكم الاول ما راشوف القناة يا ريتين زي اشترك فيها وتفعل الجرس عليك كله ما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك القناة ويكون جزاك الله كل خير طبعا زي ما حضراتكم شايفين بسم الله مشاه الله اللهم بارك شايفين طبعا دي اوم تسعة وعشرين شايفين حجم البطعمي ازاي ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده من الحاجات الحلوة جدا 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 نسبة تحويل عالية مع اني بنأكل نسبة على بسيطة النهاردة بازن الله هنعمل له خلطة عاوز اقول لكم برضو الخلطة دي انا مش هحطها كده الخلطة دي انا هحطها على بوايا اكل البيت او العيش فتلك الحالتين طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا مناش هنستعمل الخلطة دي كده لازم نحطها على عيش عشان يدينا نتيجة تحويل عالية وفي نفس الوقت برضو نسبة بروتين تكون كويسة معاهم وكمان البط ما يقلش معانا في الوزن او ان هو يبدأ ان هو ينزل بسم الله مشاه الله اللهم بارك طبعا كل اخواتي وكل احبابي اللي معايا على القناة وزالو كل سنة انتوا طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك على الامة الاسلامية كلها يا رب وكل الناس تكون بخير وبصحة وسلام دايما يا رب طبعا زي ما تشايفين بسم الله مشاه الله اللهم بارك يا رب شايفين طبعا شكل البط عميز زي ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا طبعا كتير جدا هيستغرب ان احنا بنأكل البط دوة بواء اكل بيت وعيش وحاجات مندي في بسم الله ما شاء الله ونسبة علف ضئيلة جدا يعني نسبة بسيطة جدا جدا ان احنا بنستعملها بنستعملش كميات كبيرة تمام بس برضو عاوز اقول لك البط في الوقت ده ببقى محتاج نسبة من العلف علشان نسبة التريج بتاعته القوم مزبوطة ما يحصلوش اي اضرار او يحصلو اي حاجة هنا بقى الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنعملها دلوقتي عاوز اقول لك انا جبت من كل حاجة تقريبا اتنين كيلو يعني ما كتارتش والله والخلطة ده اتعوب معي فترة يعني مش اكل هلوم كده في ازبور وخلاص لا اتعوب ان شاء الله معي فترة معي هنا اتنين كيلو من العلف تاتة وعشرين في المية اللي هو العلف السمسي والعاوز اتعامل اي الخلطة دي سجل ايه فرقة وتقدر ان انت تشتغل بيها عاوز اقول لك هتعوب معك فترة طويلة جدا هي كلها لبعضها كلفتني حاجة وخمسين جنيه او حاجة اه هي كلفتني بالزبط مية اربعة وخمسين جنيه او تمانية وخمسين جنيه ما كملتش حتى الميتين جنيه معي معي هنا اتنين كيلو من حتى الفول طبعا الناعم انا مش جايبة الخشن زي ما حضرتك دوت اللي انا بستعمله على العشن مبلول تمام علشان كلكم تبقوا شايفينها ناعم جدا يعني بيبقى مطحون مهوش الخشن او اللي هو المجروج تمام ومعايا هنا اتنين كيلو من العلف الواحد وعشرين في المية عاوز اقول لكم العلف يعني سعره نزل اللي كنت جايبة الاسبوع اللي فارق كان بخمسة وعشرين جنيه النهاردة انا جايبها بثلاثة وعشرين جنيه يعني سعره نزل سعر ايه الفرق في الكيلو الواحد اتنين جنيه نزلو يعني كويس يعني الى حد ما خلاص هنا معايا برضو درة اه نعمة مهاش خشنة برضو الكيلو فيها بربعتاشر جنيه شايفين بسم الله ما شاء الله يبقى احنا معانا كده علف ناعم تلاتة وعشرين في المية اللي هو العلف السمسم معانا اتنين كيلو من العلف الخشن الواحد وعشرين في المية معايا اتنين كيلو من الدرة بربعتاشر جنيه الكيلو ومعايا كمان اتنين كيلو من حتى الفول المطحون او اللي هو الناعم مش الخشن تمام ومعي هنا اتنين كيلو رضة من نعمة طبعا الرضة النعمة دي جماعة فيه في السوق بيبقى فيه رضة خشنة اللي هي بتاعت البط وفيه رضة نعمة اللي هي بتاعت السمك انا جايبة اللي هي النعمة خلص دي ما اناش عاوز الخشن انا عاوز النعمة دي علشان البط يعرف يأكل منها مضطرش ما موزت الاكل بتاعه وفي نفس الوقت برضو البط ما ينقش الاكل ويسيبها تمام فده هتبقى نعمة يعني ما هي ياخد كده او ياكل وبقه فكله هيطلع ببعضه كده ما يبقاش طبعا يقضي ناقي الاكل وبعض زي ما انتو شايفين عاوز اقول لكم بقى هنا في المرحلة دي انا اه ما جيت لما جيت اقلبها طبعا عاوز اقول لك ما عرفتش ان الجردل زي ما انتو شايفين يعني صغير فطبعا هافصل الفيديو هنشوف بقى ايه بعد ما تتقلب كلها هتبقى عاملة ازاي بس كانت باسم الله ما شو الله اللهم بارك كانت جميلة جدا طبعا هنا زي ما انتو شايفين انا حينا طبعا بعد ما تقلبت حطيت منها شوية للبط اها عاوز اقول لكم ان دلوقتي برضو لسه موجودة عند البط يعني ما شو الله البط اكل منها بس بسم الله ما شو الله مفايدة كمان عنده والبط اكل وشبع تمام طبعا دخلط التسمين تقدر ان تتشتغل بيها مش ضروري تجيب كل حاجة موجودة فيها ممكن يعني تستغنى عن حاجات كتير وتجيبه مكونا او اتنين وتستغنى عن الباقي عاوز اتشتغل بها كلها ما فيش اي مانع تمام انا طبعا يعني انا جايبه الخلطة ريت علشان انا هشتغل بها على العيش يعني هشتغل بها كما اشتغلت بها كمان لدورة الفراخ او الكتاكيت البلد والبط الصغير يعني شايفين ما شو الله يعني من بدري خالص كده بدأنا ان احنا نشتغل معهم من بدري فاهمين فالحمد لله طبعا يعني بحاول بقدر الامكان ان انا اخلي البط يشيل معايا وزن من صغر يعني ما يبقاش كده ايه صغير كده لأ انا عاوز ايشيل معايا وزن من صغر البطايكة تبدأ تفتح من اول اسبوع تبدأ انها تملة تبدأ انها تتقل معايا في الوزن يبقى التحويل بتاعها كويس جدا الفراخ برضو بسم الله ما شو الله هي طبعا طلعت مجموع الديوك فبرضو يعني ما شو الله هنسمينهم كده مع بعض طبعا ابتدت معاهم من بارح النهاردة ابتدت معاهم ان انا اديهم علاف واحد وعشرين في المية. عاوزهم بس يكبروا شوية كده يعني يشد حلم شوية كده ويملوا باذن الله القوم بتبا حدهم باذن الله زي ما حضراتكم شايفين طبعا البطة هوت يعني ما شو الله بدأ ان هو يريش من كل اتجاه الاجنحة والديل والسدر بتاعه وكمان الدماغ بدأت ان هي تكسريش فبسم الله ما شو الله هنا عمر تسعة وعشرين يوم من اول يوم واحنا بنديهم بداية الاعلاف. بداية الاعلاف اللي هي ايه اللي هو العيش المبلول او الرز المسلوء. الاتنين كويسين جدا. كويسين جدا وفهم نسبة تحويل جدا جميلة للبط يعني ما شو الله اللهم بارك. تمام? انا كمان بدي بصراحة يعني ما بيكون ايه بجيب لهم ساعات كده ايه اللي هي المكارونة ايه بسلقها وكمان شعرية بسلقها لهم في وسط الاكل بس عاوز اقول لكم دي نسبة نشويات يعني مفيش فيها اي حاجة كويسة هي من ناحية الاكل فهو الابطة هيأكل بسم الله ما شو الله وهيوزن معاك وزن. اه كان جالي حد تقريبا انبارح كان بيقول انت بتقول عليها نسبة بروتين في الشعرية انا قلت علف وشعرية. ما قلتش ما قلتش شعرية بس. وحضراتكم عارفيني ان انا بحط النسبة من هنا ونسبة من هنا. يعني لو بدخل اكل بيت بحط نسبة من اكل البيت وبحط نسبة من العلف بسيطة كبشة كده من الاكل من العلف. لازم تكون موجودة على الاكل. تمام دوت ليه علشان البط معايا في مرحلة تريش ما ينفعش ان انا اهمل فيه. او ان انا اه ما تدلوش عناصر غزائية مكتملة علشان طبعا يريش معايا. لا احنا لازم ان نهتم في المرحلة بتاعت التريش دي اتو لازم ان تعجليه. العلف اللي فيه نسبة بروتين طبعا وكمان العلف الواحد وعشر في المية. من الحاجات الجميلة جدا انت اقدرش تغلي بيها. بس طبعا انا عاوز اقول لكم ان احنا ماشيين بنظام يعني اه اه بلاش التكلفة الزيادة عن اللزوم طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا بنربي بقال لتكلفة. بقال لحاجة بنقدر ان احنا نربي بها البط الفراخ بكل حاجة يعني. تربية بيت ممتازة بسم الله ما شاء الله بقال لتكلفة بدون اعلاف كتير. يعني انا عاوز اقول لكم ما شاء الله انا عاوز يعني تربية البطي دي تقريبا ما اخدتش معايا خمسة كيلو بط ما اخدتش معايا خمسة كيلو علف من اول يوم لحد النهاردة. فما شاء الله اللهم بارك يا رب. ربنا طبعا يبارك كده ويزيل ان شاء الله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا كل يوم بنزل حاجة يعني كل يوم بنزل خلطة او كل يومين بنزل خلطة مختلفة عن التانية فان شاء الله استنوني كده بازن الله بخلطات جديدة بازن الله لهم كده وهنشوف برضو البطر غاية لما يبقى يكبر بازن الله كده هيوصل معانا لحد فان.